اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بتبقى العلاج الطبيعي والتأهيل وهي دي اللي على أساسها اللعب لما بيرجع إما بيرجع وقف على رجله إما لقدر الله ممكن تجدد عنده الإصابة أو بيرجعش سليم مية في المين النادي الأهلي من فترة قرر أنه يعمل مركز كبير لعلاج الطبيعي والتأهيل عشان يضمن أنه بنفسه يشرف على العلاج الطبيعي والتأهيل للاعبته وصروته البشرية اللي جواه النادي الأهلي الحقيقة الموضوع ده كان ليه كذا شق وكذا بعد الحقيقة بعد فني وطبي طبعا وبعد مالي وبعد كل شيء يعني ليه محاور كتير جدا محتاجين نتكلم عنه وهنجيب لحضراتكم يعني لقطات وفيديوهات وتصوير من داخل مركز علاج الطبيعي في النادي الأهلي وأيضا من المراكز التأهيل والجمات هذه الأمور كلها الحقيقة النادي الأهلي عمل فيها طفرة كبيرة هيكون معنا مين في الفقرة الحوارية هيكون معنا اللواء دكتور عادل توفيق مدير العلاج الطبيعي والتأهيل بالنادي الأهلي هنعرف منه كل شيء هنعرف الفكرة جات منين تطبيقها الدراسة الدعم اللي قدمه النادي الأهلي دائما النادي الأهلي سابق ولما يبقى فيه قيمة كبيرة زي اللواء الدكتور عادل توفيق في هذا الأمر الحقيقة بيدملك إن شاء الله أنه يبقى فيه نجاح هنشوفه هنشوف حتى اللعيبة اللي تأهلت منه عدد اللعيبة اللي بتأهله على فكرة بالمناسبة مش بس اللعيبة والثورة البشرية بتاعتنا الثروة البشرية ولكن أيضا عضاء النادي بيتمتعوا بهذا المركز وحقيقة حاجة متقدمة جدا هيكون عندنا كلام كتير جدا هنقولوا مع الدكتور عادل انتظرونا في الفكرة الحال روح لأخبارنا ونبتدي مع كرة الهد كرة الهد يمكن عودة الدوري المحترفين بكرة أول مباراة لنا إن شاء الله مع نادي سموحة في صالة الأمير عبدالله الفيصل الساعة الثامنة يمكن مباراة كتبادري اتأخرت للساعة تمانية لأمور تخص البث التلفزيوني بدأ شوية مصابين يرجعوا ومصابين كورونا يرجعوا ولكن استيل عندنا أربعة مهمين جدا من ضمن الغيابات عندنا عمر سامي وعبدالعزيز إهاب زيزو وأحمد راضي وأحمد عادل وكلهم بنطمن حضراتكم في مرحلة التأهيل وقدامهم شوية وقت بسيط ويرجعوا تاني لأرض الملعب بإذن الله المرحلة دي بفكركم بيشارك فيها ست فرق بس أيضا بشكل جيد طريق محروسك مدير الفني بيحاول يزبط كل الفرقة مع الدوليين مع المصابين وخلينا أقول لكم أنه كل ده ما كانش متخطط له اللي كان متخطط له أنه إحنا في الوقت ده هنكون منتخب مصر بلعب بتوط أفريقيا في المغرب ولكن اللي شعل بالدنيا هو تأجيل بتوط أفريقيا كان لأجل غير مسمى الأول وبعد كده يتأجل لشهر سبعة فطبعا كل ده أربك حسابات لجنة بدير تحدي كرة اليد واضطر أنه يبدر المباريات بدري عشان بعد كده يدي فرصة للمنتخب يعني الموضوع ما كانش مترتب لكل أجهزة الفنية في مصر ما كانتش مرتبة أن الدور ينطلق في الفترة دي ولكن كل التوفيق فيه مطشط وديات لعبة الفترة اللي فاتت منتخب السعودية شفنا مباريات أخرى لعبها الفريق الأول استعدادا لانطلاق الجد بقى إن شاء الله من بكرة مع سموحة كل التوفيق إن شاء الله الفريقنا فريق كرة اليد غدا بإذن الله طيب هنروح لكرة اليد سيدات نفس الحالة بس يمكن هم الرجال سبقين شوية السيدات دلوقتي فيه راحة ما بين الدور الأول والدور الثاني فرقاتنا خدت أول المرحلة الأولى من رصيدة 54 نقطة من كلهم من فوز ما فيش تعادل يمكن الفرق اللي جاي بعدها يمكن على الأقل إخسارة واحدة طبعا الكابتاليح يوسف في المدير الفني رافع الحمل شوية مع اللعبات فيه جيم بيتمرانه جيم بيتمرانه في الملعب لأنه لما يجي الجد مع المباراة ما فيش مباراة سهلة يعني يمكن أفكركم برضو من الستة لالعبه وحنا قلنا لحضراتكم الستة لعبه في الرجال برضو في السيدات الأهل الشمس التيران سبورتينج الزمالك الجزيرة وده كان ترتبهم الحقيقة فطبعا أو من المجموعة الأولى ومجموعة تانية ترتبهم يعني مجموعة الأولى ومجموعة تانية الستة هيلعبه راح جاي يعني عشر مباراة وبعد كده هيبقى فيه أربع فرق اللي هيتطلعهم هم اللي هيلعبه النهائيات مرحلة طويلة عندنا إصابات آه عندنا إصابات بنجهز عندنا مشكلة في حراسة المرمى عندنا مشكلة في حراسة المرمى ولكن حتى الآن الحمد لله الفرق ماشي بشكل جيد كابتناح يوسف عنده بلان وخطة شغال بيها بيصعد حارسات المرمى لفرق الناشئين بيستعين بيهم ويمكن كان معنا في الحلقة القبل اللي فاتت وشرح لنا كل الأمور دي يعني باستفادة وإزاي نقدر الفترة اللي جاي إنه يقدر يعمل منوفر أو يقدر يغير ما بين اللاعبات بحيث أنه يعني يتغلب على النقص العددي بسبب الإصابات وإن شاء الله لما نوصل لنهيات إن نكون في أحسن حال وبفكركم إن الفرقة دي هي حامل لقب الثلاث بطولات السنة اللي فاتت الدوري وكاس ومنطقة السنة اللي فاتت نتمنى إن شاء الله الحفاظ على الإنجاز ده السنة دي خاصة في ظل إن الفرقة التانية قوت نفسها يعني الشمس بقت أفضل الترامب الأفضل سبورتينج بقت أفضل ولكن إن شاء الله كلنا ثقة في كابتن إيحا يوسف واللعبان هنروح لبكرة مباراة القمة في كرة السلة رجال الأهل والزمالك في ميتة عقبة صارت عبد الرحمن فوزي بميتة عقبة المباراة دي في الجولة الحداشر في الدور الترتيبي من دور السوبر كانت في رقيتنا كسبت من الدور التاني يعني دور الأول كنا خلصنا خسارة مطشين الدور التاني بدأنا بسبورتينج سيبنا بعد كده مصر التعمين فوزنا بعد كده المصر الإتصالات فوزنا فالحمد لله إحنا ماشيين كويس مباراة الزمالك مباراة مهمة ولكن نتمنى أن المباراة تعدي بسلام. تعرفين حضراتكم المباراة المباراة كانت السنة اللي فاتت حصل فيها بعض الأمور وتحسبت انسحاب لصالح النادي الأهل. نتمنى نتمنى أن المباراة تعدي بسلام. خاصة وإحنا بنقوله هو. خاصة أن المباراة بدون جمهور. النادي الأهلي كان عنده مباراته في الدور الأول. التزم بالتعليمات وشوفنا المطش كنا نزعناها على شكل قناة النادي الأهلي. وشفنا المدرجات خالية من الجماهير. بس اللي مصرح لهم بالدخول. وبدليل. كلامنا بدليل. كلامنا أنه لم يحدث شكوى من نادي الزمالك نهائي في وجود جماهير. ولم يحدث شكوى من المراقب المباراة. ولم يحدث شكوى من الحكام. الدنيا كانت جميلة وعدت فيه سلام. الحمد لله. نتمنى بكرة المباراة تعدي فيه سلام. زي مباراتنا اللي كانت عندنا في الدور الأول. نتمنى ما نشوفش جمهور. غير المصرح لحضوره يعني تبعاً لليحة اتحاد السلة بدون جمهور. نتمنى نشوف الإجراءات الاحترازية. عشان طبعاً تعرفين الدنيا ماشية. نتمنى الموضوع يمشي. في الأول في الآخر رياضة. نتمنى الموضوع يمشي. وطبعاً أكيد بنتمنى فوس فرقتنا. إن شاء الله. وحب أفكركم ببعض الأمور. إحنا في آخر موسمين. وآخر موسمين. إحنا لعبنا الزمالك 11 مرة. فاز النادي الأهلي 9 لقاءات منهم. والنادي الأهلي خسر. لقائين لم يكونوا مهمين في كانوا تحصيل حاصر. يعني التسع مباريات اللي إحنا فوزنا بهم. كان مباريات على بطولات. أو مباريات على قبل نهائي. أو دور التمانية. واتفر كانوا على إيه. كانوا مباريات مهمة. المباريتين اللي خسرناهم كانوا تحصيل حاصر. إذن التفوق الفني واضح. 9 لـ 2 من 11 مباراة. إذن التفوق الفني واضح. طيب. بكرة عندنا غيابات. للأسف عندنا غيابات. عندنا عمر طريق بكرة. إن شاء الله مش هيلعب. عنده شد في الخلفية. وده اللي عجبني في الجهاز الفني الحقيقة والجهاز الطبي. إن اللعيب عنده مشكلة رايح. حتى لو مشكلة بسيطة. مفيش أي مبر إن أنا أخاطر باللعيب مهمة عندي. اللعبه مباراة مبرقمة. ومهمة جدا. ولكن الـ سكويد أو البنش. يعني مهمة جدا. إن أنا حافظ على اللعيبة. آه هقدر استواب. في ظل إن أحمد إسماعيل تقلق المباراة اللي فاتت. في ظل عودة سيف سمير. يعني إن شاء الله غياب عمر طريق طبعا مؤثر. ولكن الجهاز الفني كله يستطيع إنه هو يوفركم أو يتغلب على الغياب ده. طيب أنا مبارح. كالليا الشرف أنا حضرت جزء من تمرين الفريق. فريق كرة طائرة وفريق الكرة السلام. أنا من وقت اللي التاني بحب أروح أتفرج عشان أبقى قريب من الفرقة. مش بس إحنا عاديين في الستوديو. نبقى بعيدة عن فرقنا. لا إحنا بنروح أنا بنفسي روح تنبارح. اتفرجت على جزء من الطائرة. وجزء من الباسكت. في الطائرة هقول لكم أخبار الطائرة. الباسكت أنا شوف تنبارح أبقى مين بيتمرن. رابط شاش على رأسه عشان الغرز. وبيتمرن. شوف تنبارح عمر طريق مش موجود. ما اتمرنش. التمين أمبارح بملاسبة كانت من 8 إلى 9 عشان مباراة مصر لكرت القدر. خاصة أنهم كانوا طالعين مباراة قوية جدا التأمين. فكان محتاج على قليل يبقى الحمل التدريبي عالي. هو يمكن ما لهاش علاقة أو بمطش مصر. ولكن مستر أجوستي كان عايز يقال الحمل شوي عشان مباراة لقبليهم. مباراة قوية جدا. والفرق ما بين المبارايتين. مباراة الزمالك. مباراة مصر التأمين. فرق قليل. ما فيش راح. فما كانش عايز التمين يبقى عالي. فكان من 8 إلى 9. الحاجة التانية. شفت تقلق يعني الحمد لله مجموعة من لعبين. شفت تومسون متقلق الحمد لله في التمرين. شفت عمر زهران. الحمد لله كويس. شفت عبدالله ناصر في حالة نفسية ومعنوية جيدة. شفت احمد مهيب بيتمرن مع الفرقة. يعني الفرقة شكلها حلو. الروح كويسة. اللي عجبني في الفريق الالتزام. أنا بقول لكم بلقلكوا الصورة بكل أمانة. احنا نبض الفرقة الرياضية في النادي الألفة بلقلكوا الصورة بكل أمانة. عجبني الالتزام. الفرقة تمانية اللي ربع كلها بالملعب. حتى اللي بياخد جلسات علاق طبيعي بيكون في الملعب بيمربط وجاهز وكل حاجة ومستني انطلاق التدريب. يعني إذن الانضباط. الالتزام. الروح ما فيش تسمع. ما فيش حس. ترمي الابرة تسمع رنتها. فالحمد الله يعني الأمور دي أمور إيجابية جدا. يبقى ان شاء الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى لسه المشوار طويل. هنلعب مبارايتين أو تلاتة جايين. الدورة هيوقف عشان بطولة العالم للأندية. هنوقف حوالي وبعد كده الويندوز بتاعت تصفيات أو تصفات كاس العالم. هيبقى عندنا توقف 40 يوم أو 45 يوم. فرصة لعلاج المصابين. فرصة الاستعداد جيد. مذاكرة السيستم تاني المستر أجوستي. يعني هيبقى عندنا فرصة جيدة. فيه لعيبة تم عارته مضعبة جوم تاني. انت طبعا شفته أحمد إسماعيل شارك المبرأة اللي فاتت. يوسف المعداوي في مركز أربعة تم عودته تاني لنادي الأهلي عشان يشارك مع الفرقة بشكل منتظم. ويوسف المعداوي أحد نشئين نادي الأهلي. وطلع عارة بعد ما رجع من أمريكا. يحصل له قطع في الأكيلس. وطلع طنطة عارة أقل من سنة. رجع تاني. وكانت صفقة تبادلية. راح صف صلاح لطنطة مرة أخرى. ورجع لنا يوسف المعداوي. كل التوفيق طبعا. فإذا كل التركيز الفترة دي على المركز اللي ناقص عنده هو مركز أربعة في ظل غياب مروان سرحان. وغياب أيضا أحمد حمدي. طيب أنا سألت جابتل أحمد الجرح مبارح. أخبار مروان سرحان. إيه ممكن يلحق لأدوار الإقصائية. اللي بعد كده. اللي بالطبع إن شاء الله هي الحق. لأنه خلاص إحنا عندنا أربعين يوم أو خمسة واربعين يوم. لأ ده هيكون نزل الملعب. وتمرن وشبع تمرين زي ما بيقول. فإن شاء الله أنه يرجع. الأهم أنه يرجع بحالته. شفت إن برح الجهاز الطبي. شفت الدكتور أكرم توفيق إن برح موجود مع الفرقة وبيربط للعيبة. وبتاع يعني أنا كنت بنقلكم الصورة. ولكن لكم برضو في خبر كرة الطائرة. برضو أخبار الفرقة إيه. ومين بيتمرن ومين بيتمرنش. والفرقة جهزة ولا لا. دي كان إيه مقدم عن مباراة القمة بكرة. لكرة السنة. تمنى التوفيق طبعا لفرقتنا إن شاء الله خاصة إن إحنا في تفوق ووضع خلال العامين الماضيين. هنروح لسيدات السلة. يمكن خلاص. إحنا خلصنا المباراة الدور الأول. هينطلق الدور الثاني. أنا برضو مبارح بالصدفة. شفت بعض التامنين ليهم. كان عدد قليل ما بيتمرنش. كان شفت جنة. شفت بعض اللاعبات. وكابتن عالية. شفت بعض التدريبات الخاصة. شفت التدريبات الخاصة للفريق. وكان شفنا طبعا كابتن عالية بتاخد بعض اللاعبات على جنب. بتديهم بعض التمارين الخاصة. خاصة إن عندنا الماضيات. متوقفة شوية حوالي ثلاث أسابيع. وفي خلال الفترة دي بيتم تأهيل المصابين. زي ما قلت لحضراتكم. وبيمرنوا تمارينات خاصة للمجموعة من اللاعبين. استعدادا لانطلاق الموسم المرة تانية. فرقتنا بعد ما خلصنا الجولة الأولى في الصدرة هي هليوبلس. وسبورتنج. احنا تاتا في الصدرة كلنا خاصة للمطش واحد. وكلنا كاسبين بعض. يعني هليوبلس كسب سبورتنج. سبورتنج كسب. الأهلي. الأهلي كسب هليوبلس. كلنا كاسبين بعض. 13 نقطة رصيد. ولكن هم 6 مطشات بخسارة في مطش واحد قدام سبورتنج. إن شاء الله الدور الجاي. يكون عندنا كل فوز خاصة إنه يبقى برضو مباراتنا اللي هناك مع سبورتنج. تبقى مباراتنا مش يعني كان عندنا غيابات في ملعبنا. نادين السلعاء والثورية. لما نروح هناك إن شاء الله ممكن تبقى ثورية موجودة. سوري تبقى نادين ثورية لسه عليها شوية وقت. هتبقى نادين موجودة. المصابين موجودين. فممكن مطش سبورتنج هناك نقدر نعمل شغل كويس إن شاء الله. كل التوفيق اللي كابتل علي هاشم واللعبات. خلينا نطلع لفاصل عزيزي المشاهدين عشان نرجع بعد الفاصل. نستألف مع حضراتكم أخبارنا داخل جدولة النادي الأهلي. ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. هنروح ل كرة طائرة رجال. طبعا حضراتكم عارفين الدول الأول انتهى. خلاص وارتبعنا لقاءاته اللي كتعل ملعبنا في صلاة النادي الأهلي. والحمد لله تأهلنا بالعلامة الكاملة كأول المجموعة بعشر نقاط. آسف باثناشر نقطة. تأهلنا الدول اللي بقى كده فيه تلت فرق. جاي لنا من المجموعة التانية. طلاق الجيش بتروجيت مصر البترول. طيب لما تضموا التلت فرق دول على تلت فرق دول. تلت فرق تلعين مجموعتنا الأهلي. وبيتروجيت الأهلي وسبورتينج وهيليوبلس لما نضمنا احنا الستة. الترتيب كالقاتي. الأهلي في المجموعة في المركز الأول برصيد 12 نقطة طلاق الجيش في المركز التاني برصيد 10 نقطة. وبيتروجيت في المركز التالت برصيد 7 نقطة. هنلعب مين؟ مش هنلعب اللي احنا طلقنا معهم تاني خلاص. احنا مش هنلعب خلاص لا هليوبلس ولا سبورتينج خلاص. احنا لعبناهم وهنلعب مين؟ هنلعب طلاق الجيش. هنلعب بيتروجيت. هنلعب مصر البترول. طيب المباراة دي في الفترة اللي جاية. انبارح برضو كان ليا الشرف اننا حضرت جزء من تمرين الكرة الطائرة. باختصار كابتل محمد مثال حميده معالي الحملة جد. اوي معالي اوي. يعني اللعيبة طلع هل كان من التمرين. الحاجة دي الاولى. حاجة تانية الحمد ولله الفرقة بتتمرن. شفت عادل انبارح احد المصابين شفته بيتمرن. وعادل في مركز ثلاثة. فاذا لما هيلعب ان شاء الله يسد لنا عجز كبير المصابات اللي كانت في مركز ثلاثة. في انتظار طبعا الحسيني لما ربنا سعودي سعودي لما ربنا يشفي ان شاء الله بالشرخ في سبعه. سعودي بإذن لائبة كده القوة الدريبة في مركز ثلاثة اكتملت. شفت محسن شفت عسران شفت كل اللعيبة بتتمرن احمد صلاح مبارح شفته واتكلمنا مع بعض احابة حلوين واتطمننا على الفرقة الحمد لله مع احمد صلاح طبعا احد نجومنا واساطيرنا في الكرة الطائرة. الملاحظة مولتو حضراتكم لكابتن محمد بصالح محمدهم عالي الحمل جدا 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 على اللعيبة. اللعيبة طالعا من التميين فعلا انا بقول لكم هالكنين. وبيعمل كده ليه عشان هو جاي على مرحلة هيبقى المطشط قوية فهينزل بالحمل التدريبة تقوم اللعيبة تبقى فائقة في المطشط وده موضوع احنا عاكلنا عارفينه كلعيبة وكاجهزة فنية انت بعد كده لما بتنزل الحمل وانت قريدي متمرن جامد بتلاقي نفسك زي ما بيقوله في المطشط بتطير. طيب المطشط الجدوة اللي تحط لسه الجدوة ما تحطش. يعني لسه معرفناش الدور التاني. هنلعب ازاي وامتى والمواعيد ايه. اللي تحط الكاس. مباريات الكاس هي اللي تعملت قرائتها وتحددت. تمام? طيب. مين اول مبارينا في الكاس؟ اول مبارينا في الكاس هنواجه جزيرة الورد في دور اتنين وتلاتين. والمباريات اللي في صلط المنصورة. تاني القرعة بتاعة الكاس هتعملت. الدور التاني من الدورة لسه ما تعملش. وخليني بس قبل ما روح للكاس اقول لكم الدورة. احنا لما هنطلع من المجموعة دي احنا ستة. هياخدوا اربعة. وفي مجموعة تانية هياخدوا اربعة. بقوا تمانية يلعبوا ادوار اقصائية. زي الباسكت. الاول لعب التامن تاني لعب السابع. تاتي لعب السادس. الرابع لعب الخامس. ادوار اقصائية يعني نلعب بيستوف سري. بيستوف هتبقى المطشات بعد كده ادوار اقصائية فهتبقى يعني مطشات قوية. وان شاء الله يبقى الاولوية النادي الاهلي لان الاهلي بتقاهل اول. فلو فيه احتاجنا مطش فيصل بيكون المطش الفايصل على ملعب النادي الاهلي. خلي بالكم الادوار دي لها دور وليها ميزة. انت بتتقاهل اول فلما بتيجي تلاعب فرقة في ترتيبة أقل منك بتروح معاه المطش فيصل. وان شاء الله مش هنحتاج كده. يبقى المطش الفايصل عندك في ملعب. هنروح للكاس اللي قلتها حضراتكم فيه اتعاملت القرعة في مدينة ناصر لزي رجال والسيدات واحنا بس في الرجال هنتنقل على السيدات عندنا دور الاثنين وثلاثين طبعا ديه القرعة حضراتكم دي قرعة الرجال. زي ما حضراتكم سايفين دور الاثنين وثلاثين جزيرة الوردة. هتلاعب في صارة المنصورة. طب ليه صارة المنصورة هي القرعة كده. القرعة بتبقى كده. وفي حالة فوزنا ان شاء الله هنروح فين? هنروح لان نادي جزيرة الوردة يعني من المدينة المنصورة. فالمطش هيبقى هناك. طيب لو كسبنا مطش جزيرة الوردة هنروح على مين? هنروح على الفائز من الاربعة اللي أولهولكو. سبورتنج الفايوم ابو سنبل بني سويف. غالبا سبورتنج. يبقى احنا كده في دورة 16. عندنا غالبا هتبقى مباراة سبورتنج ده شكل لمسابقة الكاز. في دورة 62. ودورة 16. بالنسبة للرجال. طيب هنروح ليه السيدات. سيدات الكرة الطائرة. عندنا مباراة مؤجلة. مباراة مؤجلة مع سموحة. سيدات الكرة الطائرة عندنا مباراة مع سموحة. لعبها بكرة ان شاء الله في اسكندرية. تمام? احنا المطش اللي فات كان عندنا نادي الزمالك. لعبناها في صلاة الشراء الدخان. وفوزنا 3-0. في مباراة كانت اشبه يعني بيعني مباراة سهلة. الحمد لله نتائج بسيطة جدا. خمسة عشر عشر. خمسة عشر اتناشر. خمسة عشر شتاشر. مش محتاج طبعا اشرح فرق والتفوق. لنادي الاهلي. اتبنات ادوا مباراة جيدة جدا. عندنا مباراة سموحة ان شاء الله من الجولة التامنة. كان متأجل لو تفتكروا بسبب سوء لحوالي الجوية. هيتلاعب بكرة ان شاء الله في اسكندرية. الاهلي على قمة ترتيب جدول المباراة بتلاتين فوز. تلاتين نقطة من عشر عشرة فوز. مباراة بكرة ان شاء الله تبقى الحداشر. وبيجي مباراة سبورتنج معه ستة وعشرين نقطة. كل التوفيق طبعا لكابتن حمدي الصافي. وبالطبع زي ما وضحت لحضراتكم. قرعة كأس مصر للسيدات ايضا تم الاعلان عنها. هنلاعب مين في دور الستاشر. يمكن اول مباراة للاهلي دور الستاشر. مفيش دور اتنين وتلاتين. دور الستاشر هتلاعب مع نادي ديلفي. هتبقى فيه صالة بيونير بالاسكندرية. بالاسكندرية. وفي حالة فوزنا ان شاء الله هنلاعب مين? اللاعب الفائز من الاتحاد اسكندرية وهليوبلس. اتوقع. اتوقع يعني هليوبلس. فازا ده دور الستاشر. اللي هو ثم ننهائي. وبعد كده دور التمانية. عدد الفرق اللي مشارك في كاس مصر بالنسبة للسيدات اقل. الرجال اكتر. عشان كده الرجال بدأ اتنين وتلاتين. السيدات بدأ من دور الستاشر. وفي قبل النهائي هنلاعب بقى الكسبان من اربع فرق. سبورتنج المعادي اسموها وادي ديجلة. غالبا يا سبورتنج يا وادي ديجلة. واحد من الاتنين. هو ده اللي هنقبله في قبل النهائي بازن الله. فرقتنا يا حامل اللقب السنة اللي فاتت بعد ما فوزنا على الصيد في مباراة مراتونية. وتبعنا على شرقات النادي الاهلي. فوزنا بلتيجة تلاتة اتنين. كل التوفيق طبعا دي السيدات زي ما واضح لحضركم. كما اعلن عنها في موقع الرسمي الاتحاد المصري كرة الطائرة. الحقيقة اللي بحب نشيد بيهم وبمجهوداتهم. اللي حتى الان الحقيقة واضح الشغل واضح التركيز في المسابقة. وتوقع طرامة التركيز في المسابقة كده. هنشوف منتخب ان شاء الله يعود لسابق عهده مع هذا الاتحاد. لان الموضوع كله محتاج احتكاك وإدارة. طيب خلصنا اخبار النادي الاهلي كده. خلينا نروح للاخبار المحلية. هنتيد اخبارنا المحلية بخبر تأخر كثيرا. طالما ندينا هنا في برنامج الابطال انه يعود تاني نشاط السيدات والناشئات لكرة اليد. زي ما فيه رجال وناشئين كنا عايزين سيدات وناشئات. الحقيقة اللجنة المؤقتة يعني اخيرا يعني سمحت لطبعا فريق 18 سنة او ناشئات 18 سنة. مشاركة في بطولة امم افريقيا تحت 18 سنة بغنية. وده خبر جاي جدا جدا. هقول لكم ليه. منتخبنا الواطن ناشئات كرة اليدات تحت 18 سنة. موليد كان موليد 2004. هيشارك في بطولة كأس الامم افريقيا رقم 17. دي النسخة السبعتاشر من بطولة افريقيا. في الفترة من 26 فبراير وحتى 6 مارس. فين في غنية. عاصمتها كوناكري. البطولة هيشارك فيها خمس منتخبات بس. مين غنية مصر جزائر سلاليون غنية بسام. ودوم الجهاز الفني لناشئات مين. محب برضو نعرف السادة ومشاهدين بجهاز الفني. محمد فرغالي مدير فني. شريف الشامي مدرب عام. ابو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى. محمد سليمان محلل اداء فني. اداء فني. حفني عبد المقصود. دي طبعا الفرق المشاركة والعلانة على البطولة. حفني عبد المقصود مدرب الاحمال. شيرين منصور مدير اداري. الدكتورة منت الله بدوي اخصائية العلاج الطبيعي. طيب. هل ده بادرة او بداية ان احنا نشوف منتخب سيدات كبير. اه. احتمال كبير جدا. طرع ما بدأنا كده. ممكن ده يبقى نواة المنتخب الكبير. 18 سنة ده. يعني ممكن يبقى نواة مع التطعيم طبعا مع اللاعبات المحترفات. مع اللاعبات مصر. اه اللي موجودين في في الدور المحلي. يا رب نشوف ده ان شاء الله ما تبقى دي البداية وليست النهاية. عايزين نشوف منتخب مصر الكبير للسيدات بحق انجازات زي زي الرجال. نقدر مش صعب. الموضوع كله احتكاك واعداد جيد. زي ما قال كابتن يحي يوسف واستمرارية. استمرارية. يعني استمرارية. يعني تبقى دي سياسة الاتحاد زي الرجال بالزبط. احنا النهاردة بدأنا هو. نكمل. نعمل المنتخب. يستمر المنتخب في حالة تجمع. مستمر بطولات بيشارك فيها باستمرار. اربع خمس سنين وهنلاقي منتخب السيدات في حتة تانية. خاصة ان احنا عندنا. عندنا لعبات. مار وعيد عبد الملك برا فرنسا. وبالمناسبة هي جددت مع فريق نيس الفرنسي ثلاث سنوات قادمات. عندنا رحاب جمع ايضا بنت النادي الاهل بتلعب في الدولة الفرنسية. عندنا مجموعة من المحترفات برا مستوى جاية. يبقى نقدر? اه نقدر. واللجنة المؤقتة الحقيقة خدت خطوة ده. نشكرهم عليه. طيب هنروح لمنتخب الهوكي. يمكن منتخب الهوكي هو منتخب مظلوم. بيحقق نتائج بطولة افريقيا بيحتكر. افريقيا بيشارك في بطولة العالم. يمكن دايما منتخب الهوكي. ام من ايام ما كنت تلعب دايما بيكون منتخب يمكن اعلاميا ما بياخدش حقه. 18 لعبا في قائمة منتخب مصر الهوكي ببطولة افريقيا في غانا. الجهاز الفني منتخب الوطني الاول الهوكي بقيادة مديره الفني طاهر نذير. اعلن قائمة المنتخب اللي هتشارك في بطولة افريقيا. رقم 11 لتتلاقي في العاصمة الغنية اكرا في الفترة 17 و20 انيار اللي احنا فيه. القائمة بتضم 18 لعب. لازم نقولهم. فرحات عبد الرازق. محمد السيد ادريس. مصطفى منصور. عمر ابراهيم. محمد نصر. عمر سيد اشرف سعيد. احمد عبد الحكيم. محمد رجب. محمود. محمود ممدوح. عمر الهادي. محمود سليم. حمادة. عاطف. مصطفى رجب. احمد محمد علي. محمد عادل صابر. زياد عادل. وليد علي. منتخبنا يلعب في المجموعة الثانية في البطولة مع مين؟ غانا. نيجيريا. اوغاندا. وبداية مباراةنا يكون بكرة بإذن الله قدام نيجيريا. كل التوفيق طبعا. المجموعة الثانية هيكون فيها مين؟ هيكون فيها جنوب افريقيا. كينيا. ناميبيا. طبعا. بيبقى على رأس القارة الافريقية. غالبا. وزا ما تعودنا قبل كده بتبقى جنوب افريقيا ومصر. مصر وجنوب افريقيا. بيبقى ده هو غالبا بيكون نلاقيش خبر. وما نلاقي فرصة نحن نجيب اخبارهم إلا ما بيكونوا معنا. ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. الفرقة دي لو خدت رعاية جيدة. اتصور. اتصور نفالي الهوكي ممكن نحقق إنجاز كبير. خاصة ان احنا جيناتنا وتركيبتنا الجثمانية لايقى على اللعبة. يعني في ألعاب انت زال سكواش كده. تلاقي سبحان الله جيناتك ماشى معاه. جمال أجسام. كمال أجسام برضو لعبة من اللعبات اللي جيناتك ماشى معاه. الموضوع كله بيبقى إعداد جيد وتخطيط جاية. طيب هنروح لخبر يعني ممكن. يعني مهم إن احنا لقوله. وخبر بيسعدنا. احنا بنتابع كل كوادرنا الرياضية في كل مكان. في نادا معاوض لعبة الكرة الطائرة اللي كانت بتلعب في الدولة الجامعات ان سي دابل ايه في أمريكا. جالها عقد احتراف في أحد الفرق في سويسرا. والحقيقة مضت معهم وتلعب معهم إن شاء الله الموسم القادم. نادا معاوض لعبة المنتخب المصري لكرة الطائرة انتقلت للعب في صفوف نادي لوجانو السويسرا. نادا عندها 23 سنة. تمام. كانت سفرت من نادي الشمس عشان تلعب في دولة أمريكا. زي ما قلت لحضراتكم في جامعة بارك الأمريكية. وده بعد ما كانت حصلت على منحة دراسية بعد تقلقها في بطولة العالم الناشئات. دي صور نادا. نادا كانت فازت هناك بدور الجامعات بجازة أفضل لعبة ومسجلة النقاط. وكمان تم اختيارها كأفضل المسجلة نقاط في تاريخ الجامعة. طبعا كل ده إثبات ذات للمصريات بره. نادا كانت حققت مع نادي الشمس فضيت بطولة أفريقيا الأندية وفازت في البطولة دي بجازة أحسن لعبة بعد الأداء اللي حققته. ولعبة نادا في أولمبيات ريو دي جينيرو 2016. مع زمالتها ونكمة النادي الأهلي دعاء الغباشي في منافسات الكرة الطائرة الشاطئية. كل التوفيق لي يا نادا. نتمنى ان شاء الله بإذن الرحمن ان انت تتحقق نتائج جيدة في الدور السويسر. طيب هنروح لخبر يخص السكواش. السكواش في بطولة بطولة موتور هتتلاقف في ميتشجن الأمريكية مجموعة جوائزها 80 ألف دولار هتتلاقف من الفترة من 26 إلى 30 يناير اللي احنا فيه ست مصرين بيشاركوا فيه هذه البطولة. هيشارك فيها ستة مين هم كريم عبدالجواد مروان الشرباجي عمر موسعد فارس دسوقي ومازن هشام وطارق مؤمن. القرع جنبة الخباسي كريم عبدالجواد ومروان الشرباجي وفارس دسوقي ومازن هشام وطارق مؤمن من اللعب الأدوار التمهيدية لأن هم مصنفين من الثمانية الأوائل ويدخلوا مباشرة على دور الستاشر. أما عمر موسعد فيلعب مع الماليزي إيفانيين في دور الاثنين وثلاثين. بالتوفيق لنجم نجم السكواش. وطبعا يمكن ما شاركش فيها مصطفى عسل لأنه طبعا فيه إقاف شهرين. ولكن هي دي البطولة الوحيدة اللي هيجيبها عنها مصطفى عسل. بعد كده إن شاء الله هيكون بشكل كبير موجود مع المنتخب. سواء المنتخب أو نادي أهل أو تمثيله. هو شخصيا الفترة القادمة. كل توفيق لنجم نا السكواش. خلينا نطلع لفاصل أعزائي المشاهدين عشان نستقبل بعد الفاصل في الفقرة الحوارية. لواء دكتور عادل توفيق مدير العلاج الطبيعي والتأهيل بالنادي الأهلي. ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم الجديد. في البداية برحب بضيف المنورة في السوديو اللواء دكتور عادل توفيق مدير علاج الطبيعي والتأهيل بالنادي الأهلي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك وأهلا بقناة الأهلي بيتنا التاني. طبعا طبعا دكتور حدك يعني قبل طبعا ما تبقى مدير علاج الطبيعي والتأهيل بالنادي الأهلي. حدك أهلاوي درجة هذا أهلاوي أبنى عن جد والد اللي رحمه كان لعب على أفخه في النادي الأهلي فأنا أبنى عن جد أهلاوي وقصير طبعا فده اللي هيخلي كمال الحلقة جميلة إن شاء الله دكتور هنبتدي منذ البداية طبعا كان يعني فيه دائما شكوى مستمرة إننا منطلع نعمل علاج الطبيعي بتاعنا بره والتأهيل بره والموضوع كان بيبقى فيه بعض الأمور اللي ما كانتش دايما على أكمل وجه الفكرة جات إزاي؟ وابتدينا إمتى الموضوع ده؟ طبعا هو حضر زي ما أنتعارف أن يعني نادي الأهلي دايما وأبدا له الرياضة في كل شيء وكان من ضمنها قصة العلاج أو علاج اللاعبين الحقيقة ابتدت الفكرة من زمان جدا من أيام ما كان موجود الأستاذ مختارة تيتش المدرجات دي كنا جزيادة هناك موجودة وابتدينا بقصة معلاج طبيعي حاجة بسيطة كده لعلاج اللاعبين والحقيقة ابتدت يعني على خفيف جدا بالأجهزة التقليدية اللي كانت موجودة وابتدينا في الأخيرة فترة الأخيرة نحدث في هذا الكلام ونطور فيه طبعا كان مهم جدا أن احنا نشوف الأول إصابات اللاعبين بتتم إزاي؟ ندور على أحدث الأجهزة اللي هنشتغل بيها ونشتغل عليها ولوقات ما وصلنا لللي إحنا هنشوفه دلوقتي والأستاذ المشاهدين هنشوفوه على التلفزيون كم من الأجهزة الحديثة جدا اللي استعنا بيها في علاج اللاعبين ومش بس اللاعبين والأعضاء كمان صحيح ما دي ميزة كويسة جدا أنت مش قفلها بس على اللاعبين ليه لا ترمى الأجهزة موجودة والدنيا حلوة ليه لا ما يبقاش الأعضاء كمان طب خليني أقول أنه التطوير اللي حصل هي فكرة قديمة طبعا زيما حدقت فقدلت وذكرت إحنا في الفترة اللي فاتت حصل تطوير أنا الحقيقة لمسته حتى بنفسي وأنا لما روحت بدأت إزاي التطوير خططت إزاي؟ مشيت على محاور إيه عشان توصل لللي إن شاء الله هنشوفه دلوقتي طبعا فيه أكتر من محور اشتغلنا عليه أول محور هو النهاردة لما إيه اللاعب يتعالج في ناديه طب ده هل أأمان له ولا ما يتعالج في عهده خارجية إذا من ناحية النفسية لازم يوفر الأمان النفسي لللاعب أنه بيتعالج في مكانه في بيته التاني وكذلك طبعا بالنسبة للأعضاء أن العضو طبعا بيجي فبيتعالج في ناديه اللي يمكن زينا بنشوف كده في ناس بتقضي طول الوقت في النادي بيجيب ولادها من المدرسة على النادي بيعملوا الهومورك في النادي بيتمرنوا في النادي وكمان بيتعالجوا في النادي بالزبط يعني حاجة مميزة كبيرة جدا فعشان ده كان أول محور المحور التاني طبعا أن في نفقات بتفسهلك في هذا الكلام جلسات العالج الطبيب بره مكلفة جدا برضو عشان يبقى النتيجة قدامي طب ما يبقى دكتور النادي هو اللي بيعالج اللاعب وبيشرف عليه وبيتابعه وبيبتدي يشوف ايه المراحل اللي عليك بتاعته والتطور بتاعها كمان معامل سيفينج للتايم يعني النهاردة اللاعب بدلا ما يخرج بره ويروح يعمل الجلسة ويرجع طب ما هو في مكانه هيتعالج ويقدر يروح تدريبه ويقدر روح تأهيل نحن نتكلم فيه بعد كده او موضوع التأهيل يعني ده كان الشق التاني نحن نخلينا بس في الشق بتاعته الطبيعي طب دكتور انت يعني اسست التطور او الطفرة اللي حصلت دي هل احنا عندنا في كل الفروع مركز ولا هو المركز بتاعنا بس في اهل الجزيرة لا طبعا احنا الحمد لله لنا في كل فرع مركز عليك طبيعي ومتطور جدا هي نفس الاجهزة اللي موجودة في الجزيرة هي نفسها اللي موجودة في الشيخ زايد هي نفسها اللي موجودة في مئة ناصر وهي ان شاء الله نفسها هتبقى في فرع التجمع ان شاء الله بإذنها طب يعني حضرتك يعني بدأت في التطوير ده او في تواجد الفروع دي يعني المراكز اللي في التلات امدية في وقت واحد ولا بأسست الأول الجزيرة وبعاكد انتقلت مثلا لمدية ناصر أسسته وبعاكد انتقلت للشيخ زايد ولا مشيت في كله بالتوازي هو طبعا بالمناسبة طبعا لا يمكن اقدر واحنا بنتكلم عن الموضوع نغفل دور الدكتور محمد شوقي رئيس اللاجنة الطبية ووضع مجلس الدرع الحالي وكان داعم جامد جدا ومؤيد ومؤسايد لنا في كل طلباتنا الحقيقة اللي احنا طلبناها لتطوير واحدة العلاجة الطبيعي بالنادي احنا ابتدينا الأول بالجزيرة وده كان الاساسي اللي شغالين عليه وبعدين مع الوقت ومع تزايد الطلبات علينا وتزايد الفروع ابتدينا عملنا الشيخ زايد وبرضه على مستوى عالي جدا وبعد الشيخ زايد فتحنا فرع مدية ناصر ويمكن يا دكتور دي لقطات من يمكن تأهيل بعض اللاعبين والأعضاء النادي في المركز الطبعا تأهيل في الدار دول أعضاء طبعا موجودين ولعبين في نفس الوقت ودول أخصيين تأهيل وعايز بقى أتكلم على أخصيين تأهيل هنا في حاجة مهمة جدا الفضل لا دكتور خدر أحضر نحن النهاردة يعني كل رياضة لها تأهيل معين يعني اللي بيقاهل السباحة غير اللي بيقاهل ألعاب القوة غير بيقاهل السلة غير بيقاهل بسكت صحيح كل اللاعب من دول له برنامج يتناسب مع متطلبات اللعبة اللي بيقاهلها صحيح أن تأهيل لعب بسكت بتطلب حاجات معينة تأهيل لعب الطائرة بتطلب معينة تأهيل لعب الهندبول لعب الفردية اللي هي متطلبة تانية خالص لأنها برضو بتعتمل على قدرات اللعب الشخصية طب دكتور يعني إحنا انتقلنا يعني شفنا الجيم والتدريبات دي مركز مثلا وحدة من الوحدات العلاج الطبيعي ودي بعض الأجهزة اللي تم توفيرها للوحدة يعني كلمنا عن الوحدة دي ايه الأجهزة ايه المنظر اللي احنا شايفينه وخلي معنا شوية يا جماعة يعني هنبتديها حاجة حاجة كده عشان إيه نقدر برغم نشرح لسادة المشاهدين ايه اللي هم ما شايفينه دي وحدة التخصيص ودي أحدث وحدة ابتدينا دخلنا بيها خصيص لو رجعنا ورقا ايه ده موضوع اللي كان جاي في الموضوع ان احنا بعد ما عملنا العلاج الطبيعي واخدنا فيه خطوات جمدة جدا دخلنا في التأهيل والتأهيل ده كان على فكرة كان فيه حاجة مهمة جدا كان بتحصل كمعظم الحالات سواء كان لعيبين أو عضاء بعد ويخلص جلساته قال ليه بعد فترة قريبة يرجع لي تاني مش تك يا إصابه مماسة يا حاجة فوق يا حاجة تحت فكرنا طب ايه المشكلة لا المشكلة اللي أنا ببساطة جدا ان القصة مش قصة انه تعالجه بس القلم بتاعه راح لأ هو لم يؤهل عشان يرجع لرياضته من تاني الله ينور عليك وعشان كده الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا نعمل حاجة اسمها بقى التأهيل والتأهيل ده بقى عشان اخلص اللاعب أو العضو من عندي وينزل اللاعب ملعبه جاهز يعني ياخد المدرب مني اللاعب جاهز على تدريب ما اهلوش بقى أو يديرو فترة انتقالية للتأهيل تحت إشرافك التأهيل تحت إشرافك الحمد لله اخلصين تأهيل المؤهلين كلهم مجلسير ودكتوراه ما شاء الله يعني بيشتغلوا من اختيارك يا دكتور طبعا كلهم الحمد لله بختارهم واحد وواحد بانترديو طبعا وبالسي في معينة بشوفها كويس قوي وبيعني طبعا اللي كانوا موجودين قوي تحت اختار لغاية ما ثبتناهم وتأكدنا من كفائتهم تماما طب يا دكتور خلينا نرجع ليه وحدة العلاج الطبيعي اللي شفناه يعني أنا ما شاء الله شايف أجهزة أنا كنت لعب يعني ممكن أنا بطلت من 7-8 سنين ولكن أنا شايف أجهزة يعني أنا الحقيقة ما شفتنا شو أنا بلحب خلينا ايه يعني ده 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 هذي الكافيتاشن والريديو فريكونسي وده من أجهزة التخصيص تخصيص احنا بعد مفكرنا في زي ما قلت حالك في العاجل طبيعي والتأهيل لقينا عايزين نقدم خدمة تانية سيفن ستارز بقى بالأعضاء من اللعيبة زاد فوازنه شوية ممكن حاجة زاد ساعدة فبنستخدم الأجهزة دي للتخصيص الموضعي حاجات معينة بالضبط الأماكن معينة في الجسم نحتاج لخصيصها بجهز الكافيتاشن والريديو فريكونسي بس ده بقى أجهز ليزر والتراسونيك حديث جدا ده أحدث أجهزة الليزر والألتراسونيك حاجة هايلة أدفانسي جدا متقدمة جدا جدا ماشاء الله طبعا مركات عالمية وده برضه مجهز تنبيه عضلات وأعصاب وجهز موجات فوق صوتية ماشاء الله جهز أشعة تحت الحمرة طب الجهاز الأصفر ده 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 جهاز الكرايو ده أحدث أجهزة التخصيص الموضعي عايز أقول لحدك جلسيته ده اللي بيخصص بالبرودة بالبرودة بتبريد يا دكتور ده أنا بقره يا دكتور والله العظيم أنا بالكرايو ده لسه نازل وده ملوش أي صدي فكت خالص اصطلاق نمج لأنه هو بيستخدم البرودة بالظبط كده في تزابة الخلايا الدهني أسانا قريت في المضادة بالظبط كده بالتجميل حاجة عالية جدا جدا وبنقدمه طعم بأسعار غير عادية عمزية جدا جدا لا تقارن مثلا بأول عشق بره طبعما ده خدمة للعبين وخدمة للأهلاق والله بص دكتور يعني كلام حضرتك حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة وحاجة يعني مرتبة تشجع لوحد يخش في أمور تانية طيب هنقول ناخد مع بعض كده مثل لعيب 18 سنة أصيب في مثلا بسبرين أنكل ناخد الحاجة الشائعة وجيل حضرتك وشخص إنه سبرين أنكل وجيل حضرتك العيادة أو جيل حضرتك في المركز بتبتدي مع إيه الرحلة اللي بيمر بيها اللعب حتى أن يعود إلى الملعب مرة أخرى طبعا أول مرحلة لانتحدث كلمتها هي التشخيص ودي مهمة جدا وطبعا بقى عندنا وسائل تشخيص عالية جدا جدا الحمد لله أطباء إنهما شخصوا بمتهى السهولة والبشرية إيه هي برضو إذكر لي ده دكتور يعني ما تعدليش تشخيص كده لا لا خدني حتى حتى هي طبعا بتبقى مثلا بتبتدي من الأشياء العادية لأشياء المقطعية لأشياء ترادين المغماطيسي للموجات الفوق الصوتية التشخيصية كل دي وسائل بيشخصوا نحن متعاقدين مع جهات بتوفرنا الخدمة دي آه طبعا طبعا نحن متعاقدين مع جهات جرر رمزي جدا وطبعا خدمة لنادي أهلي لأي شرف لأي حد يتعامل مع نادي أهلي وقررت نحط السيفي بتاع أنه بيعالج أو بيكشف أو بيبقى من الجهات الطبية بتعامل مع نادي أهلي بالضغط دي شرف كبير جدا أي مكان إنه يكون بيتعاقد أو بيتعامل مع نادي أهلي طبعا طب دكتور لما بيجيلك اللعيب عنده سبيل أنكل بياخد موافقة أن يروح يعمل مثلا يروح يعمل حاجة الإجراءات دي بتاخد وقت قديه يعني أنا برضو عايز أعرض لسادة المشاهدين بتاخد وقت قديه بيروح لأوبال ما بيروح ياخد موافقته ويروح للجهة 24 ساعة 24 ساعة ما بين الإصابة وما بين قرارين بياخد الأشعة التشخيصية اللي يروح يعملها وبيجيلي بها بعدها مباشرة بنيبتدي فورا العلاج بيبقى فيه نظام طبعا إداري كده للتحويلات عشان نضمن بس آلية الشغل طبعا إن بيجي التحويل مركزية يبقى أنت عارف الدنيا فيها بيجي التحويل من الطبيب الفرقة بالتشخيص بنبتدي على صورة البرنامج العلاجي أنا بشوف اللاعب بحطه للبرنامج العلاجي بتاعه بعدد الجلسات المحتملة لها والأجهزة اللي هياخد بها الجلسات بالأجهزة طبعا هياخدها بالتايم بتاعتها بكل حاجة بالدوز بتاعتها بالدرعة بتاعتها بكل حاجة طب دكتور لو اللاعب احتاج تدخل جراحي يعني مثلا لقدر الله لقدر الله يعني ودي ما بنحبش طبعا نقولها إصابة أستدعت عملية إيه الإجراء الإجراء برضو ببساطة جدا يعني ما بيتمش أي حاجة من دي إلا بعد التشخيص المؤكد لي وعرضوا على اللجنة الطبية عندنا وبالتالي بتاخد القرار في الأماكن اللي همتعاقدين فيها العمليات الجراحية طبعا لأنه لو ما اتخذش تشخيص مظبوطا لم يكن ضر اللاعب اللازم يبقى 100% عشان كده أكدت على حضرك إيه إن لا بعد ما بناخد إجراءاتنا التشخيصية المظبوطة وتريد على اللجنة الطبية لأخذ القرار فيه وبتاخد القرار طبعا والكلام دي بخدش وقت خالص هاي هاي لأ دكتور والله بجدًا عايز أقول لك إن أنا مستمتع جدًا لأنه إحنا كنا وإحنا صغرين يعني نتمنى نشوفه وشوفنا هو شوفنا خبير الأهل والحمل لأن حضرك حضركوا شوفتو دلوقتي ويمكن معصرتوش قابل معصرتوش إننا حضرك أكيد شايفه مستمتع به وولدنا بيستفيدوا منه لأننا طبعا زي ما بقول حضرك أنا نهتم جدًا بالناشئين وده مهم جدًا ثروتنا يعني دي الثروة الحقيقية لنادي الأهل بالظبط ثروت الحقيقية خلينا نتكلم إنه مثلا هل في حالات يا دكتور يعني حضرك برضو أستاذ كبير ودرايب لنا بقولوا هل في حالات ممكن ما يبقاش علاجة عندي هو حضرك في المجمل معظم الحالات بتتعالج عندنا ممتاز معظم إلا مناظر إذا كان في حاجة بس وغالبا برضو يعني ما هيش كتيرة أو يعني تعد على أصابع اليد واحدة على مدارس تانا مثلا مافتكرش أنا حاولت أكتر من حلقة أو حلتين لبرا تبقى حالات نادرة بلزبط نادرة لأن ما شاء الله نحن عندنا كل الإمكانات المتاحة اللي موجودة ويتغضاهي أي مركز صبي متكامل في شرق الأوسط طبعا شفت الأجهزة وحبنا نجيب إنه مش كلام إحنا جبنا وصورنا ويريتها جماعة برضو تعرضونا يعني برضو طول ما إحنا بنتكلم يعرضونا الحاجات دي عشان برضو نوري سادة مشاهدين ومش كلام على وراء الدكتور نحن بقى من الأخصائيين اللي علاج الطبيعي على المستوى عالي جدا جدا كلهم مجسير ودكتوراه ومهالين جدا وأهلوية جدا طبعا طبعا دي تأدريبات فريق كرة اليد دي سيدة اللي كنا بنتكلم عنه من شوي بالظبط في الجيم طب قولي يا دكتور اختيار الأجهزة اللي موجودة أنا دخلت لقيت الحمد لله ما فيش عضلة مش بتغطي بالظبط كده حدك احنا بنعمل سليك بنختار كل الأجهزة اللي تناسب كل عضلة في جسم الإنسان ومش بس كل عضلة في جسم الإنسان وكل رياضة بنتمارس داخل النادي الأهلي يعني لها لها شغلها وليها الأجهزة بتاعتها اللي تنميها سواء كان إطالات أو تقويات أو إعادة تأهيل أو ما بنسميه اللي هو التوازن العضلي لللاعبين واللاعبات تمرين ده بالظبط اللي هو بينزل بيبقى مهمة جدا للعضلة الأمامية وإزان هو لو حصلوا أي تورشن أو أي حاجة يبقى رجبة فيها بزرط فيه توافق عضلة على الصفية طب دكتور الجيم اللي احنا شايفينه ده ده في أهل الجزيرة تمام كوبي بيست في الروع كلها ولا فيه اختلافات لا هو هو نفسه هو هو نفس الأجهزة ونفس الشركة اللي موردة هنا بنفس الصيانة بكل حاجة بنفس الجودة بكل شيء نفس الجودة عضو نادي الأهل يا دكتن هايسة في أي مكان ولا تمييز هو عضو نادي الأهل هو بتاع الجزيرة هو نفسه بتاع عمليات نصر هو بتاع الشريخ زايد هو نفسه بتاع التجمع وهو يستحق يستحق أنه هو يكون في هذه الخدمة المميزة طب دكتور خلينا نتكلم أنه حالك طبعا بالتنسيق مع دكتور محمد شوق طبعا في مجلس الإدارة أكيد عندكم خطة يعني بلان في الفترة اللي جاية إيه اللي محتاجينه إيه اللي إحنا مثلا شايفين إحنا عايزين نطوره لا إحنا كده كويسين يعني كلمني طبعا منحص لحظنا منحص لحظنا الحمد لله أن الدكتور أحمد كان رئيس اللاجنة الطبية وهو الآن عضو مجلس إدارة فأكيد هو هيبقى صوت اللاجنة الطبية وده كان اختيار قيمة مع كابتن محمود الخطيب بيبقى اختيار ليه أهداف وأبعاد يمكن بنعرفها بعد كده يعني هو كابتن محمود الخطيب وشفت له أنا حدا الحوارات وركزتك كويس جدا في كلامه إنه دايما هو اختياراته هو شايف داخل على فترة معنا محتاج إن فلان أو علان أو أين كان في قيمة هي دي الرؤية يعني يعني إنساننا بيكون عنده رؤية يقوم يشوفي اللي بيشوفوش الآخرين والآخرين يشوفوه بعدها بشوية يقول الله ده كان صح صحي كان معنا طب قول لي كل الملف قول لي انتم بتفكروا في ايه أول أولوياتنا دلوقتي هي برضو الوحدة برضو الممثلة اللي هكون في التجمع إن شاء الله بإذن الله ملتاز ملتاز ونوسع هيكلة بينامي على جميع الأفرع سيستيميكا اللي بقى يبقى ماشي موضوع سيستيم نادي الأهلي إن كل مكان فيه فيه وحدة تعلق طبيعي فيه وحدة تأهيل فيه وحدة سمنة ونحاسة ولسه بنضيف لها بقى استشاريين تغذية كمان الله لقدي جديدة دي انفراط لنا لأنه أنا كنت لسه نرايح في الحوار لحتة دي بس انت بالفتنة تحددك المعهودة الحمد لله لازم ماشي موازل ده التغسية بالظبط كده فهيبقى فيه إن شاء الله استشاريين تغذية علاجية واستشاريين تغذية يعني رياضية كمان الله يعني حاجة بالأعضاء وحاجة للعبين بالظبط كده وده الملف اللي مع الدكتور محمد شاو دي وقت إن شاء الله بإذن الله وحننبحثه معاه وبإذن الله هنوصل فيه وتشاره في مصر كلنا ثقة إن هيتعمل أحسن حاجة من غير أنا يعني ما أتكلم كتير أنا عندي ثقة ومتطمن إن أحسن حاجة هتتعمل هروح لموضوع مهم وهي الأجهزة دي كلها دايما النادي أهلي إذن ما بيقولوا رسالة قومية مش بس إننادي الأهلي إننا في النادي أهلي بس أعضاء ولعيب ولكن أكيد بيجي لك لعبة منتخبات أجي لك لعبة منتخبات مصر ممكن يحتاجوا استشارة يحتاجوا يستعانة بالأجهزة الجديدة هل حصل محادتك بفترة بالفعل بالفعل حصل في الصين اللي فاتوا دول لعبين كتير جدا مجات كتيرة من ودي دي ومن أكتر من نادي يعني الحقيقة أفدناهم برضو بخبراتنا واستفادوا من المكان وده ممكن برضو عايز أقول إنه هو ممكن يكون مدخل لنوع من البروتوكولات تكون موجودة مربين الأندية لأن الفايدة الطبية لازم تعاملها مع الكل يعني برضو نظر على المنافسة المنافسة دي في الملعب إنما بقى ما يتعلق بالطب والحديث وصحة إنسان لا ده أعتقل للجميع صحيح وده نادي الأهل كتير دكتور نادي الأمر وما بخل بإمكانياته أبدا على أي مؤسسة أو هيئة رياضية في مصر وعلى رأسها طبعا الاتحادات الرياضية وده نادي الأهل ذا من اللي بيعملوها الحقيقة وإحنا مستمرين فيه إن شاء الله إن شاء الله وحيستمر ده لأن إحنا عارفين إن حضرتك بتفكر إزاي والنادي الأهل كله السيستم بتاعه ماشي زاي طيب هنتكلم مثلا عن لعب يعني احتاج أو يعني لقدر الله عملية بالخارج وده نشوفها في اللعيبة الفرق الكبرى أو الفريق الأول يعني هنطلع بالناشئين نروح للفريق الأول احتاج عملية بالخارج عملية سبيشال شوية برة احتاجة لك طبيعي برة الموضوع ده بيتم إزاي هو برضو بيتم عن طريق تحديد نوع العملية اللي محتاجها اللعب نعم ودي طبعا بتبقى بعد التشخيص الدقيق زي ما اتفقنا والفحوصات اللازمة وياخد وقته تماما للوصول لأحسن حاجة ثم بقى مرسلة الأماكن الجهات اللي مشهورة عنها علاج مثل هذه الحالات يعني نحن اللي بنراسل طبعا اللي مشهورة عنها علاج مثل هذه الإصابات أو الحالات دي وبنختار أحسنها وبالتالي بيتم التغوصل معاهم ويتعمل حجوزات والكلام ده كله ويبتدي يروح يمكن الكلام بجرنا يعني لمثال الناس كلها محتاجة تتطمن عليه أكرم توفيق وهو لعب النادي الأهلي اللي أصيب في المنتخب أكيد يعني دي حاجة أنا عارف يعني برضو بحط خبرة حضرتك كيف يتعامل النادي الأهلي في حالك دي حالة أكرم توفيق ربنا يشفيه إن شاء الله ويرجع قريبا إلى الملح هو اللي عايز أقوله طبعا هو دي يمكن الحتة مش بتاعتنا أنت عارف طبعا من نادي دخل طبعا عن فكرة بس في العادي كسستم وده طبعا فريق درجة الأولى كرة قادم ليهم جهزهم وليهم تعاملهم وكده لكن من خلال خبراتي في النادي الأهلي أكثر من 30 سنة أنا عارف إن اللي بيتم بيتم بسرعة كبيرة جدا لمصلحة اللاعب بيتعمل أفضل شيء ليه بنختار أنسب الأماكن اللي ممكن يحيي يعمل فيها العمليات وعندنا طبعا شفنا قبل كده في كريم نيد فيدوير وغير وقبدي اخد القرار وحمد محمود مرة واثنين القرار لا بيتاخد بما فيه مصلحة اللاعب وبسرعة وبيقاهل في أحسن وأكبر أماكن التأهيل ويمكن شفنا برضو إن محمود متولي قعد شوية في سباير بدعوة كريمة منهم وإن كان طبعا إحنا برضو عندنا كل برطيكولات بزبط كده ولمسة جميلة بتبقى من المكان وتقدير للنادي الأهلي وما بيعونوش كده مع أي حد طبعا 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 تقول يا دكتور أنت أحدك لما بتيجي تأسس للمركز العلاج الطبيعي بيبقى عندك بعض الأمور العلمية بتقول والله لا الإصابات دي محتاجة مثلا إنفراريد محتاجة معرفش أنا أواتفر أنا مش طبيب يعني محتاجة ليزر محتاجة التأسيس العلمي ده بيمشي على أعلى بروتوكولات في العالم ولا أنت شايف أننا محتاجين بعض الإدفات علمية لا طبعا نحن موصلين لأحدث حاجة موجودة على مستوى العلاج الطبيعي في العالم من حيث أجهزة الليزر اللي موجودة الموجات فوق الصوتية تنبيه العضلات والأعصاب الشعر الإنفراريد الحمراء الفوق البنفسيجية كل ما يمكن أنت تخيله من أجهزة لأ متوفره في كل كبينة لو كانوا بيستعرضوا الكبين كبين العلاج هتلاقي كل حاجات المتوفرة في كل كبينة بأعداد كويسة جدا يا بس في الجزيرة عندك كم كبينة لك طبيعي 8 كبينة لك طبيعي كلها كلها مجهزة بكل الأجهزة اللي حدريك شفتها دي طب حضرتك يعني طبعا الجلسات شغالة وكل واحد داخل بحالته بتشخيصه وطبعا آه بيجي بيجي الأول العيان بشوفه وببتدأ عمل له تقييم للحالة بعمل له فحصات اللازمة بيكشف عليه كشف دقيق جدا بنفسك يا دكتور آه بنفسك طبعا ممتاز آه يعني أحدك متواجد كل يوم يا دكتور آه كل يوم آه وفي أهل الجزيرة طبعا وبتروح بتنتقل طبعا للأفرق التانية الأفرق التانية برضو لها مديرين مديرين آه طبعا فرع الشيخ زايد له مدير وفرع مدينة تنصر له مدير وله الطاقم الكامل الصف بتاعه كامل بقى جهزتوا بكل حاجته يعني وواحدك بتفحص الحالة وبتكتب أفحص الحالة بقى عندي بقى حط البروتوكول بتاعها البرنامج العلاجي بتاعها بينفيزوا طبعا دكاتورة عندي 8 دكاتورة كلهم على أعلى مستوى آه مؤهلين جدا آه بينفيزوا البرنامج العلاجي وبنتشوف مثلا إذا كنا بنديره 6 جلسات بيعمل متابعة بعد 6 جلسات 12 جلسة بيعمل متابعة بعد 12 جلسة وواحدك طبعا عندك يعني دكاتورة رجال وسيدات طبعا لان فيه آه طبعا عند أربعة دكاتورة رجال وأربعة دكاتورة سيدات عشان برضو الاختراض تبقى متاحة متاحة ويبقى كل آه بعد ما بنخلص البرنامج العلاجي الطبيعي بنخش بقى على التأهيل وزي ما اتفقنا كده ان التأهيل ده فعلا كان مرحلة مهمة جدا جدا في شغلنا آه جنبتنا حاجات كثيرة جدا من الاركالنس أو التكرار أو الانتكاسات زي بنقول اللي بالنسبة للانتكاسات اللاعبين من تاني مش بس كده ده كمان عندي واقف الأعضاء الأعضاء بقى تأهيل بالنسبة لهم بقى دلوقتي حاجة ايه يعني متعة متعة لأنه يستمتعوا في مرحلة سنية مثلا 50 و 60 و 70 سنة بمارس رياضة بتتناسب مع حالته دي أجمل ما في الموضوع فيعني ايه كان كلهم معظمهم يعني مش متخيل منه في 60 سنة رياضة إيه اللي حمارسة تعالى مكتايا كده لا بمارس رياضة وبقى منتظم بقى الحبابي عشاقها بقى رجل بعض منهم احنا بقى معاك طول العمر إن شاء الله ربنا دي صح دكتور حاجة جميلة بس أعزائي مش هادين خليطة عن الفاصل ونرجع نكمل كلامنا طبعا عن الالاج الطبيعي والتأهيل بالنادي الأهلي ولكن بعد أهلا بحضراتكم من جديد كمين حوارنا مع دكتور عادل توفيق طبعا مدير العادة الطبيعة والتأهيل بالنادي الأهلي دكتور يمكن بعض التساؤلات اللي بتساؤلها جمهور النادي الأهلي بصفة عامة وهي أسباب الإصابات وليه الإصابة بتحصل طبعا يمكن إحنا مش متخصصين وفرصة جيدة إن حداك موجود معنا ومرت عليك كل نوع الإصابات إيه العوامل اللي بتساهم أو بتساعد إن اللي بدأت صاد وطبعا فيه فيه عوامل كتير جدا عوامل تتعلق باللاعب نفسه وعوامل تتعلق بالتمرينة أو التمرين نفسه وعوامل خارجية بتتعلق بإيه بأرضية الملعب بالعوامل المحيطة بالجو وبالكلام ده يعني من أكتر العوامل اللي بتأثر هي عوامل الشخصية بتاعت اللاعب نفسه بمعنى دكتور اللي هو إيه اللي هو طبيعة تجهيز اللاعب اللاعب هل هو هو جاهز عضليا للرياضة دي ولا لا طيب إذا هو جاهز عضليا للرياضة هل عمل تسخين كويس ولا سخن نفسه كويس قبل ما ينزل الملعب تسخين طبعا ده مهم جدا عمل إطالات كويس ولا لا دايما أنا ليه مقولة كده بقول دايما لللاعب يعني أو اللاعبين يعني تسخين كويس معناها تمرين كويس معناها عدم إصابة تسخين وحش معناها تمرين أو مباراة سيئة ده عمل من العمل المهمة جدا اللي بيتحكم فيه حدوث الإصابة من عدمه الحاجة التانية العمل النفسي بقى في بعض اللاعبين بينزلوا وهم مجدودين جدا في الملعب صحيح وبالتالي الآن من المباراة بالضبط كده هو الآن من المباراة ومتوتر جدا هو ما نمشي كويس هو حامل هم المطشي ده هيقدي فيه مش هيقدي ده بيشك لعب نفسي عليه واللعب النفسي ده بيحاول الإلعاب جثمين يعني وبالتالي فالمتطلب بتالعضة لما بيحصلش يوم يحصل بقى إصابة الشد أو التمزق أو طنية كله طب أرضيات الملعب هو ده بقى الجزء التالت اللي في الموضوع لأنه مش بس القصة كلها اللاعب نفسه هو بيقى فيه عوامل بيئية حواليه منها مثلا أرضية الملعب إذا هي مش مستوية إذا هي مش جيدة أو إذا مثلا في ألعاب الصلاة بتزحل مثلا مش مستوية مش عالية مش مقصوصة بتاع كل دي عامل كتير جدا بتساهم إنها تحصل إصابة ولكن برضو لازم يكون معاها إنه اللعب نفسه لو هو فت ممكن يتجنب إصابة شوية فهو لو مش فت لأ حيبقى معرض للإصابة أكتر طب نصيحتك لللاعبين الناشئين خاصة طبعا لأنه لسه في بداية حياته ويبقى لسه في قوة وإنرجي بيبقى مش هي الهم الدنيا وبقى سخن ما سخنش مش فرقة نصحتك لقى دكتور بحكم خبرتك في معالجة الإصابات المختلفة أول حدا بقولها دايما ما يستعجلش يعني يعني إذا كان عايز ينزل فهي لازم يسخن كويس طب إذا كان سخن كويس وحصل لقدرها الإصابة فيه ناس كتير جدا لشانتحافظ على مكانها في الملعب فبتستعجل النزول فبتخب إصابتها الده طبعا بيضاعف الإصابة بعد كده بعد ما كان بتبقى حاجة بسيطة لا بتبقى حاجة متوسطة أو عنيفة دي حسن معنا شخصيا الحقيقة دي حسن معك كتير الحقيقة وفرضو هي جزء منها بيبقى حب الإنسان قوي لللعبة وإحساسه أنه هو يعني ما يقدرش يبقى عن الملعب أو حد ياخد مكاني أو بقى الاحتلاطي قاعد متحفز وقاعد يستنى الفرصة وبالتالي يعني يخب الإصابة أو يداريها أو يتحامل على نفسه عشان يلعب نصيحتي بقى لأي لاعب وخصوصا الصغيرين ودائما بعمل كده على فكرة يعني لما بيجي لي لاعب في الوحدة ويبقى مستعجل على النزول أقول له لأ قرار نزولك ده بتاعنا مش بتاع المدرب بعد إذنك صحيح وده علمي سليل كلام علمي سليل بزبط وبعلم برجع أقول له تاني برضو إذا هي البطولة دي هتروح منك قدامك بطولات تانية وما تخسرش بطولات عشان بطولة صحيح وبالتالي فبحاول بقى بقدر إمكانة أبسطال وإيه ويعني أسهلها عليه عشان يتقبل فكرة إنه ياخد برنامج الأهلي التأهيل بتاعه والغاية الآخر من غير ما يزود في إصابته طب هل عشان يزل الملعب بيحتاج تصريح من حضرتك بيحتاج تنصيق مع الطبيب اللي مع الفرقته الحمد لله عندنا في النادي الأهلي فيه تنصيق مستمر ما بيننا ما بين أطباء الفرق الحقيقة يعني وفيه تواصل مستمر وإحنا على فكرة بقال لي عاملين جروب برضو على اللقاء الساب بيننا ومن بعض تتواصل وصراحة التواصل بالزبط كده والحقيقة هم يعني متجاوبين جدا وبيلتزموا باللي احنا بنقوله الحقيقة يعني طب قولنا دكتور يعني فريق عملك يعني لو قلنا في كل فرع من الفروح معك عدد من الأخصائيين التأهيل والدكاترة اللي موجودين في وحدات اللقاء الطبيعية يعني معك فريق عمل تقريبا طبعا أكيد مش هيبقى في دماء حددك الرقم بزرط بس تقريبا قد هو الموجودين في الجزيرة حوالي 28 واحد ما شاء الله ونفسهم برضو في الفروح وموجود موجود زيهم أو ممكن كمان أكتر منهم في الشيخ زايد وفي مدينة طبع اللي أنا بسأل السؤال ده إنه إنه إحنا عندنا جهاز محترم يعني عدد محترم عدد بيلبي طلبات الفرق ما عندناش عدد قليل يعني يقول لك أسهل ممكن يقول لك أنا روح على الوحدة مشغولة لا إحنا لمسنا إن الدنيا جميلة ومترتبة كل واحد بمعادة وكمان في حاجة نعملها حاجة أنا نخصص كبنتين لللاعبين لأن طبعا اللاعب ده ممكن يكون عنده تمرينة عنده مطش بالضبط كده ده السريع يعني تمن كبنتين لللاعبين ده اللاعبين محكوزين بالاستمرار يبقوا فاضين عشان أي لا يعمل يماتش أفضل ما يتعطلش يخش أقو جرسته ويجري على ملعبه أو دي خدمة برضو عملنا كده لللاعبين طب دكتور بحكم خبرتك إيه أصعب إصابة أصعب إصابة بتتعبك أو محتاجة تركيز أو متابعة من حداك شخصيا في الإصابات اللي احنا بتشوفها كتير هي طبعا البعب بتاع اللاعبين يعني الرباط الصليبي هو ده طبعا أو هي كمان أكتر إصابة بتاخد وقت أطول يعني ليه يا دكتور ليه يعني الناس بتقولك الرباط الصليبي ست شهر لك طبيعي فترة طويلة جدا كان زمان طبعا العب يبطر يعني تبقى منقرنا من اللي كان بيحصل قبل كده كانت الأمور طبعا أحسن كتير بس ليه الرباط الصليبي نشرح يا سيد المشادي ليه بياخد وقت هو مشكل لها ست شهور على فكرة لأن في حاجتين في أهم عادة بناء للرباط الصليبي بتاخدها فترة أطول يعني الرباط الصليبي عادة بناء ليه بيتاخد جزء الوطر وتركب مكان الرباط الصليبي أو الإصلاح الإصلاح بياخد وقت أقل شوية من عادة البناء ودائما معه يعني إصابات في الغضروف في الدخيلة أو الخريجية برضو لو استقصال بيبقى أسر من الخياطة يعني خياطة الغضروف أصعب شوية من الاستقصال دي بتاخد قاقت معنا في البرنامج العلاجي بالضبط كده والالتين في نفس الوقت بياخدوا البرنامج بتاعهم العلاجي وإحنا طبعا عندنا يعني برنامج بروتوكول رائع ماشيين عليه طبعا موحد يعني بيكتب بروتوكول بيخش بيه لأي دكتور بينفزه زي ما هو جزء منه جزء منه بيشتغلوا في العلاج الطبيعي والجزء الباقي بيكمله في التأهيل ممتاز طبعا حداك عندك مثلا أرقام يعني احنا عارفين طبعا حداك أكيد يعني يعني أرقام أكيد مش مع حداك بس يعني بالتقريب مثلا يعني السنة اللي فاتت مثلا هينك ملاعب بروبات صليبة مختلف الألعاب السنة اللي فاتت يمكن ما كانش عدد كبير أوي يعني هما بالضبط كده يمكن حوالي 6-7 في مختلف الألعاب بس برضو رقم يعني أنا أفتكر 6-7 دول لو إحنا لجأنا لأحد المناكز اللي برا عشان يأهلوه أولا مش هتطلع من نفس الكفاءة لأن إنت يعني زي ما بيقول يعني ابني ابني معايا طبعا ويتعالج في بيته نفس الوقت نحية اقتصادية كبيرة جدا بزفت بوعد اقتصادي كبير لأن الكورسي بتاع التأهيل ده بيتاخد باكتج على بعضه بأرقام كبيرة جدا ببرا وزي ما بقول حالك برضو ما بضمنش يعني جودة الأداء يعني لأ أنا عندي ناس مؤاهلين بيشتغلوا على هذا الكلام بقالهم سنين نتائج الحمد لله قوية جدا جدا الحمد لله مشرفة جدا بتمشي بترجعش لا انت شغال شغال مع لاعب من أحد لاعبينك من ثروتك الكبيرة اللي هم انت حعرف امتوا عشان كده بتعالجوا بكل جوار وعرف وعرف ان اللاعب ده يعني وقته فلوس صحيح الوقت اللي بتعطر فيه فلوس بالنسبة للنهي طب دكتور خلينا نتكلم عن الاستف بتاعك الدكاترة خصائيين التأهيل أكيد لازم حداك كل فترة هم ما هو جديد هل ده متبع طبعا بالفعل احنا خلال السنين اللي فاتوا دور خلال الدورة كمان اللي فاتوا بتاعت المجلس اللي فات ده احنا تقريبا كل سنة بنعمل مر أو مرتين ندوات تسقفية بنجيب استشارين بتوع اللاجنة الطبية بتوع النادي الاهلي برضو برامج تدريبية اه أسادتنا لهم أسادت الدكتور احمد خليف مثلا بتاع الأنكل وأحمد عبدالعزي درش عمل يعني من خلال حاجة اسمها التدريب المستمرية صحيح بيطلعوا فيها على أحدث النظم اللي تعاملت في العمليات التأهيل بتاعها بتعمل ازاي علشان يفضلوا up to date في كل معلوماتهم الطبية طب شايف ده مفيدة دكتور يعني شايف ده مفيد بيفيدك بتحس ان هو دايما يعني أنا دايما أحب ان الواحد يكون دماغه يعني فيها الحديث مش أنا بقى اللي بشوف ده المرضى اللي بيحسوها صحيح يعني المرضى حاسين تماما ان هو بيتعالجه بأحدث الطرق بالتكنيكس الجديدة اللي بتتعامل الشغل المانوال اللي بتعامل بالإيد لا طبعا الناس حاسة بالفرق الحمد لله طب خلينا نروح لحطة الأعضاء يمكن العلاج الطبيعي للأعضاء مش لعيبة بممكن يكون حد جاي لحداك عمليه في كتفه وقع حد من من الأعضاء وقع مثلا من على سلم عمل محتاجي عمل أشعات وجيل حطتك يعني قولي برضو انت بتتعامل طبعا مع الراضيين بقصة مؤينة ده طبعا محتاج يرجع في هايبور خلينا بقى مع العضاء في عام الشوية عشان العضاء بالضبط اكلمني عن السيقونس بتاعها أولا بداية طبعا من مجلس الدراء عمل حاجة جميلة جدا للأعضاء فوق سن الستين تخفيض خمسين في المية من التكت ده كده يعني في البداية بسم الله الرحمن الرحيم ده والذي جايا فوق الخمسة وستين خمسة سبعين في المية من التكت الله الله يعني مافيش يعني يعتبر خمسة في المية خمسة سبعين في المية بقى عالى الحاجة الرمزية يعنيаниYA حاجة رمزية وتخفين يعني أنت أكاد تكون مجانا بالضبط أنت أكاد تكون مجانا وقياسا طبعا للكولفة اللي بتتكلفها الجلسة وبرو لازم نحن نتكلم لازم نقول إن في عندي حتى بعد مجات كورونا نعمل إجراءات وقائية عالية جدا جدا من أدوات تطهير من ميلايات ديسبوزابل بتتغير مع كل عيان طبعا إلى عن إجراءات وقائية احترازية عالية جدا جدا والحمد لله لم تسجل عندنا الحمد لله الحمد لله أي حالة أرناها الحمد لله الحمد لله بفضل الله طيب نروح للأعضاء يمكن العضو بيجي لك عنده مثلا إصابة كتفه العضو بيجي لك بإصابة متشخصة يعني عادة يعني بيكون جاي بعمل تحليل وعمل أشعاته وبترى كلها بقى معظم إصابات الأعضاء هي الإصابات المزمنة زي بنقول اللي هي خشونات المفاصل نزلها غضروفي نعم التهاب مفاصل التهاب أعصاب حالات يعني كلها بتقى حالات سمية كرونيك أو مزمنة يعني برضو أنا بكاتريت الحمد لله مؤهلين للعمل مع الحاجات دي لأنهم قريدي بشاول فلسة شفاة ببرا ها بيتعاملوا معها كويس جدا بنفس البروتوكول ببقى في حاصل حالة وبكشف عليها وبحدد لها البرنامج العلاج بتاعها وبأكد على المريض إن حضرتك مش هتخلص 12 جلسة وحتمشي لأ أنت معايا معايا شوية وهو بيبقى حتى مش فيها معايا شوية دي حعمل إيه بقى دي إلا لما بيروح فعلا أما بيروح دي بقى جم التأهيل بعد كده الكورس بقى 12 جلسة على مدار الشهر عزو الحقيق معظمهم بقى خلاص يعني قاعد معانا مقيم أنا مش ماشي استمتعوا بالمكان واستمتعوا بالكواليتي ونوعية التدريبات لأنه تدريب برضو الناس الكبار ده فن مش محتاج بقى أوزان ومحتاج أحمال لا محتاج حاجة اسمها أساتيك أو سيرابانز إطالات بسيطة تقويات خفيفة حاجة اسمها كارديو حاجة الجهاز العصبي والدوري التشغيل توفق عضل عصبي بيستمتعوا يمكن لو جابوا القطاط للأعضاء المشاهدين حيشوفوا قدية الناس مستمتعة وجودهم في الجيم فعلا وقبل ده أكيد يعني خاصائين تأهيل برضو البروشناليتي بتاعتهم موحلين طبعا لهذا الكلام تماما تماما لا يعني المعظم الأعضاء بيعتبروا مولادهم بالفعل باستاذ الرحمن خلي بالك برضو كل ما بيبقى هو مش رياضي لعضو بيبقى جاي يعني متعلق بالمكان متعلق باللي بيمرنه فبقى الحتة الشخصية أنت تحببه المكان واضح من اللي حدك بتقول الحمد لله يعني هتلاحظ حتى يعني لو 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 يا ريتا جماعة اللي بتشغلوهن كمان اللقاطات اللي احنا هنا سؤالة الناس بتؤدي حاجة بحب يعني بتؤدي حاجة مش مش تمرينة لا بتتستمتع بيها يعني طب خلينا أقول لك يا دكتور يمكن الإصابات المشتاء المشهورة يمكن عند يعني أبهاتنا وأعضاء جميل العمومية كوبار السينية يا خشونة الرجبة يمكن دي اللقاطات اللي حدكت لبطاها ودي أعضاء دي يا دكتور اه 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 اعضاء او مختلف الأعمار بقى مختلف الأعمار يعني هتلاحي شوف أعمار عاملة ازاي والسيمتاع قد ايه بالأداء التمرين اه اه وحتى وارف الخلفية هوا شوف برضه اه اه طبعا شباب كلهم طبعا بس أعمار السينية احنا طبعا كل عضاءنا سباب اه السيدات اه في رجال برضه اه اه وميزة الجيم بقى زي ما رأيك شايف كده انه كله بيشتغل في هارموني جميل كل واحد بيشتغل شغله اه دي بصر برضه اه خاصية التأهيل شغالة اه اه مكان رأي الحقيقة ووضح الاجهزة انها جديدة ودائما سينيتها واضحة يعني السينة بتاعتها الاجهزة ما ادمتش ما لا لا الحمد لله حالتها يعني بيبان بيبان من الحديد والطرات والمقابد اه بتحس ان الموضوع الحمد لله بتعمله السينة بشكل دوري وجيد يعني هنا الحالة برضه اتالت حاجة في الكتف اه شب ده حاجة في الظبط كده حالة كتف كان عندها حاجة اه كانت تعد بص في مفسر الكتف الحمد لله جاي بنتاج كويسة جدا اه ما اشتغلناش بالأعوزان الحديد لا شغلين بالأساتيك بالظهر عشان سهينا مثلا انت تمرين ظهر يا دكتور بالظهر ده تمرين ظهر ومحتاجه ومعناش مشكلة خالص فيه ده ظهر برضه وكتفه 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 وضهر يعني لا انا بقول لحدك دي حاجات امور يعني بحياة كنا يعني سعداء جدا نشوفه في نادي الاهلي لانه لانه النادي الاهلي لي رساله مش بس اه 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 طبعا ده ظهره حاجات اه وتمرين اه اه تمرين بيستخدم جسم الكتفين ده تمرين الكتفين مهم جدا بيستخدم انطاري استخدم بادي ويت وزن وزن الجسم اه اه مش لازم اوزان اه اه بس في حضراتك شوبي الاداء عامل ازاي هاي كتفينيك مزبوطة اه يعني بيبقى حتى مسكة الجهاز مزبوطة طبعا دي الكبين ده جهاز الكرايو والار اف اللي هو الريديو فريكونسي اللي هو شدي الانسجة الرخوة لأ لأ هتقولنا كبان كمان لأن الدكتور كان انتكلم عن اجراد ايوه شايف يا دكتور دي المخدات اللي هي وان يوز بتتغير بالضبط بالضبط اه كل ده الحاجات دي بتتغير على طول بعد كل مريض وده طبعاً دي تكلفة على النادي وإنما حفاظ على صحة طبعاً حفاظ صحة العضاء دي أهم حاجة عندنا طبعاً يعني وطبعاً الارتداء الكمامات من المتخطصين والدكاترة والأخصائيين كل الإجراءات الاحترازية حدرك بتشوفها بتتعامل في المكان والحمد لله لم تسجل عندنا أي حالات الحمد لله ما كان مجهز بشكل جيد الحمد لله حاجة تفرع بصها دكتور حاجة تفرع أنا بنفسي روحتي يعني كليه الشرف إن أنا أتعابل مع حدثك يعني أحدث جهاز جهاز الأصفر ده أحدث جهاز يعني قيمة بتصل لمصف مليون جنيه ما شاء الله عندنا منه كم جهاز مثلاً لا هو واحد بس في كل مكان يعني عندنا وفي الشيخ زيه واحد بس ما شاء الله واضح إنه حديث جداً لا ده أنا عايز أعرف برضو تفاصيل أكتر عن جلسات وتعاملك مع الأضاءة بس خليتنا تفاصل أعزائي المشاهدين نطلع لفاصل السلام يعني نكمل كلامنا طبعاً وحدة علاج الطبيعي والتأهيل في نادي الأهلي ولكن بعد أهلاً بحضراتكم من جديد من كمين حوارنا مع دكتور عادل توفيق مدير العلاج الطبيعي والتأهيل بالنادي الأهلي دكتور يمكن التطوير اللي هو حصل في وحدة العلاج الطبيعي في نادي الأهلي والتأهيل يمكن في البداية كان من بدايته إيه وهل التطوير ده حصل مرة واحدة بكل الفروع يعني أقصد إنه كان فيه مثلاً فرع مثلا نقول زي فرع الشيخ زايد بدأ من الزيرو ولا كان فيه أمور تانية بس خلينا نبتدي الأول بداية التطوير امتح؟ بالضبط هو بداية التطوير ابتدت بالضبط من خمس سنين خمس سنين ونصد قريبا اتنقلنا من كنا زي ما قلت أحداك في البداية كنا في التحت مدرج كتت واحدة صغيرة كتت واحدة صغيرة جدا حوالي فيها تلات اربع كبعين كده بقى جهزة برضو كانت مش حديثة قوي بس العاجزة برضو البيزيكس يعني العاجات الأساسية يعني عناها حاجات أساسية الواحدة للعاج الطبيعي لازم يكون موجودة فكنا بدين بها وشغالين بها يعني وبرضو كان فيه جم برضو جم نفكره ومازال موجود لغد الوقت موجود لغد الوقت لا وتهدي طبعا تهدي أو متهدي قبل ما يتهدي كان موجود الجم ده برضو كان مخصص برضو للأعضاء الأدان صحيح بيحبوه أو مرتبطين بيه عاطفيا يعني عاطفيا فابتدينا تقريب من خمس سنين خمس سنين ووص لما يتعمل للمبنى بتاع الاشتراكات ده اتنقلنا فيه اتنقلنا فيه كوحدة علاقة طبيعي نعم واشتغلنا فيه كعلاقة طبيعي وابتدينا يعني هون نحط بقى خط التطوير لغاية حوالي تلقى أربع سنين كده ابتدينا بقى نطور التطوير الكبير ده للأجهزة الحديثة اللي جات اللي هي دخول وحدة التأهيل للعمل والعمل بيها يعني اللي يضمها للعلاج الطبيعي ثم كمان دخول واحدة السمنة والنحافة للمنظومة كل ده كان على مراحل بقى خلال الأربع سنين اللي فاتوا دول وطبعا كان بالتنصيق مع الدكتور محمد شاوئي رئيسانج الطبية وكان داعم زي مقتحرك في كل خطوة بنعمل كان مؤمن بالخطوة دي جدا جدا وكان على طول اللي بنطلبه يعني على طول بتقدم به المجلس وكنا بناخد به موافق الحقيق الحمد لله طب خلينا نتكلم مثلا في أرقام ميزانيات عشان ناس ترى برضو حكم الإنفاق النادي الأهل ما بخلش بيه أبدا أو مجلس درهم ما بخلش بيه على اللاعبين والأعضاء يمكن لو قلنا كابينة من الكبين عشان طبعا عشان مش عادة رقول التوتل إنما كابينة من الكبين يعني الكابينة الوحدة هتتبقى أجهزتها في حدود حوالي 450 ألف جنيه رقب كابينة الوحدة طب وكل سنة الحاجات يبتقلب لها أكسيسوريز لها قطع غير بتتعمل لها حاجات بتتبدل وتتغير زي بقول حضرتك يعني في 8 كابين لا رقم ملايين ملايين بتنظر بالضبط كده غير أجهزة التخصيص الموضعي وغير أجهزة شد الأنسجة الرخوة الكافيتيشنز لا يعني في حاجات تانية غير أبدا حاجات كابينة الأساسية بتتكلف 450 ألف نصف مليون ده عشان كبير فإنما محاصرة الأرقام طبعا دي هتبقى موجودة طبعا طبعا أنا بتتكلف من هو بالتأريب نحن بتكلف ملايين ملايين طبعا أنا أصدأ أولي النادي قال لي ما بخلش خالص وعلى أعلى مستوى الحقيقة بعد ما خلصنا ابتدى بقى أن يشتغل في الشيخ زايد من الصفر يعني الشيخ زايد ما كانش فيه لا لا لأن الشيخ زايد حداك اللي اخترت يا دكتور اللي هو من البداية كان مجهز لا كان مجهز مجهز في واحدة هناك وبرضو واحدة التخصيص رائعة جدا هناك اتجهزت في خلال برضو ممكن من أربع سنين برضو كانت جاهزة كم كبين هناك في الشيخ زايد برضو حالي تمانية تمانية اه تمانية وبرضو حداكو تي نفس كوبي بيست هو الأجهزة هي نفس الأجهزة اللي موجودة هي اللي هناك حتى جهاز الكرايو حتى كبين تيش كل نفس الأجهزة اللي موجودة هنا اللي هناك لأنه طبعا العضو الجمال الأممية بيقول لك يعني أنا ده بفرق الجزيرة وفرق الرئيسي وكده ولكن النادي الأهلي ومجلسه بيشوف كل الفروع طبعا هو عضو النادي الأهلي في طريق مكان يعني بالضبط هنا وهنا يروح يلاقي نفس الخدمة أخذ الدنيا هو عضو النادي بيأخذ الخدمة بتاعته أماننا وحدة هناك كويسة جدا فيها حوالي 6 كبين ومتاز 6 برضو مش كويس كويس بأجهزة برضو حديثة جدا من نفس نواية الأجهزة اللي موجودة طبع أنتو انتهتو من فرق مالية نصر إمتادو لأنه آخر فرق تم لا من حوالي سنتين ومس ثلاث سنين ده من فترة لا من فترة فترة يعني مش حديث يعني وبرضو من الصفر كان زي الشيخ زايد من الصفر ده أنشاءنا من الصفر من الصفر يعني ودلوقتي طبعا في مكان تاني بتعامل في مدينة نصر طبعا لأن تعرف حديث كفارع مدينة نصر كبير جدا جدا والأعضاء فيه ما شاء الله فيه مجمع لسهر في مجموع ملاحظة يعني الأعضاء فالواحدة اللي موجودة هناك برضو مش هتبقى كافية قوي ففيه بيتعامل دلوقتي اللي جاية دي على طفول إن شاء الله يبقى نشوف واحدة فتاحة هيبقى فيه واحدة كبيرة جدا هناك خبر جيد وخبر جميل حسب كسافة يعني أنا كنتم ممكن أقول أنا أعمله في فرع الجزيرة ولكن حدك شايف برؤيتك لا فرع مدينة نصر كبير جدا من محتاج طبعا وخلي بالك وبيخدم دلوقتي عضو الجزيرة تجمع أقرب له أن نروح مدينة نصر وإن كان بردو عندي بيجي ناس من التجمع والله نادي الأهل هو كده نادي الأهل بيفتح بابه لأي صدق في عضاء كتير جدا من التجمع بيجي الجزيرة طيب فرع التجمع حدك هل جالك رسومات للمكان هل روح تعينت لأن طبعا أنا سامع أن الصفت أبنينج هيبقى وريب هل تخطيطك ليه فرع التجمع خاصة بردو هتبتدي من الصفر إن شاء الله هيبقى فيه برضو جلسة مع الدكتور محمد شاو إن شاء الله بإذن الله وحيبقى برضو حينحط الكبير اللي تبين لنا إحنا عايزين ومحتاجين إيه والمكان المرشح ليه عشان نشوف زيت فرش آه صحيح يعني ده في البلان اللي حددك آه هبقى رايب إن شاء الله أول ما يشتري يتم فتاح النادي إذن الله معي مع المبنى إن الاجتماع لم يتعاملوا الكلام إن شاء الله صحيح صحيح طب دكتور هو يعني يعني حددك بتدي كم ساعة في اليوم بالأمان في النادي والله أنا يعني مش عايزة أقول لحضرتك إنه بحسش في الوقت البعضة في النادي حقيقة والله يعني بتروح خمس ست ساعات بتلاقي الوقت بيعدي معك مش عايزة أقول لحضرتك ساعات كتير جدا أفاجأ بإن الوقت ده عدد زي يعني باستمتاع وبحب بحبه يعني حاسن عملك في هذا المكان أنت بتعشق العمل في هذا المكان وهو ده دايما نقول حتى الولاد يعني اللي بشغلوا معي أحب اللي بتعمله الله نور عليك دكتور أحب اللي بتعمله عشان يعني تنجح فيه تنجح دكتور نواتين وشرفتين الحقيقة أنا مستمتع جدا وعايز أفرد الحوار أكتر من كده ولكن للأسف إحنا مرتبطين بمعاد بشكرك يا دكتور وكل التوفير أحداك دكتور عادل توفيق طبعا بشكل أحداك حصني للصدافة ومن أجمل الحلقات اللي عملتها ومع حضرتك إنسان جميل ومحب وعشق للنادي الأهل زينا طبعا طبعا يا دكتور وده حاجة تشرفني وجود أحداك معي بشكرك دكتور عادل توفيق مدير لاجي الطبيعة والتعييبنا لأهلي بشكرك شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين مش بس الأبطال هم اللي بيحققوا إنجازات فيه أبطال في الكوانيس وأبطال بيقفوا وراء أبطالنا وليوم الحق إن احنا نطلعهم في الصف الأولى ونعرف الناس بحجم الجهد المبزول سواء من مجلس سجارة النادي الأهل أو من استف طب كامل هو النادي الأهل هدفه في الآخر والحفاظ على كوادرنا الرياضية بشكركم شكرا جزيلا انتظرونا في حلقة جديدة مع الأبطال هنعرفكم أكتر وأكتر مع حلقات جديدة من الأبطال